اهلا بكم احبائي في حلقة جديدة من بنا منكم مدرب الحياة موضوع السعادة موضوع مهم موضوع حلو موضوع جميل اللي انا اقوله موضوع جميل اللي احنا نسمعه ما بنشبعش منه تعالوا شو بقى السعادة زامع لمهنة في علوم التنمية البشرية نعيشها في خطوات ازاي وصدقني لما تحط الخطوات في الفعل قصة حياتك تختلف قصة الحياة بتاعتنا ورغم ما بتتغير بالمعلومات وبس لابد اننا نطبق المعلومات التطبيق هي الحلقة الفاصلة ما بين اننا اعرف معلومات وعيشها او مجرد اعرفها والسلام عيش المعلومات يعني اطبقها حتى في الحياة الروحية تطبيقها هو شيء مهم جدا جدا طب عيشت زي في السعادة ايا كانت ظروف ايا كانت ظروفك عندك تحديات وصدقني وانا عندك تحديات كلين عندنا تحديات ومع ذلك نقدر نعيش في سعادة تعال ناخدها خطوة خطوة بالليل قبل ما تنام ما ضغمتش عنيه غير لما تركز على ذكريات ايجابية او احلام سعيدة حاجة جميلة جدا انك انت تدي لعقلك الباطن افكار ايجابية وصورة ايجابية قبل ما تنام وعقل الباطن ده فيه شاشة زي شاشة تلفزيون شغالة طول الليل فلما تحط عليها حاجة ايجابية تضغط شغالة طول الليل لصالحك دي مرة واحد دي مرة اتنين ابدأ يومك دايما زي ما يقول باستمرار بانك انت تتدرب على الشكر الشكر هنا مش ان انا بس اقول فلنشكر وسعر الخيرات ومش ان انا اقول بس الحمد لله واشكرك يا رب الشكر ان اشكر ربنا على نعم المدهاني انا شخصيا هل جربت ده تقعد ثلاث دقايق تشكر عن نعم اللي ربنا مدهلك رغم اي ظرف من ظروف عندك تحديات كلها عندك تحديات تقعد ثلاث دقايق تشكر ربنا بصوت عالي على النعم اللي مدهلك لما تفتح الفايل ده صدقني كل يوم هتلاقي حاجة جديدة كل يوم هتلاقي حاجة جديدة تشكر ربنا تقول ان عمري مشكلة ربنا عن الموضوع ده لان الفايل ده مليان حاجات حلوة واربط الموضوع ده بحاجة بتعملها باستمرار مثلا اربطه باعمل التمرين ده بعد غسيل اسنان مثلا في حاجة مرتبطة اياه باعمل الموضوع ده بعد مشرب القهو بشارة وهكذا التمرين ده اربطه بحاجة عادة من العادات اللي بتعملها كل يوم فيفضل ثابت جوايك اذا بليل قبل ما تنام بيتغمطش غير عن زكريات جميلة احلام سعيدة لانك ممكن تسبب لفسك مشاكل بدون اي لازمة عشان اديت صورة غير ايجابية قبل ما ننام الصبح تعمل تمرين الشكر حاول بقدر الامجان تسعد اكبر عدد ممكن للناس اسعاد الناس يرد لك دايما دايما بسعادة اوعى تتخيل انك انت تنصب السعادة عليك انت لوحدك لابد انك انت تسعد اكبر عدد ممكن الناس بكل الطرق مش السعادة هنا ممكن محاجات بسيطة جدا تقدر تسعب بها الناس الاخرين خلي اليوم بتاعك دايما في حاجة من اللي بتسعدك اعملها باستمرار كل واحدة عنده زي رشدة تسعدك كده يسعدك التمشية يسعدك انك مثلا تتفرج على الفيلم الكوميدي يسعدك انك انت تسمع تنيمة معينة يسعدك انك انت تسمع موسيقى معينة ايه لي بسعادك كتاب حد الناس تحب جد الكتب اعمل حاجة تسعدك باستمرار فان بالليل لما تعمل التبرين اللي انا قلت لك عليها والصبح ان شاء الله تبرين السحر تعمل الشكر ده وتعمل حاجات تسعدك وتسعد الاخرين هتعيش في سعادة ان شاء الله زي ما نقول دايما نعيشها بسعادة علشان ما لهاش اعادة ربنا يسعدك كل لحظة شوفكم الحلقة ان شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر